فإذا القيم في المسيحية أولا أحبائي قيم المسيحية هي نابعة من شخص يسوع المسيح يسوع هو المقياس ويسوع هو طبعا اللي أنت بتقارن نفسك فيه يسوع قال من منكم يبكتني على خطية حياته كانت معجزة أخلاقية حياته خالية من كل خطية أما الأنبياء فعصت وغوت واستغفرت وعملوا أمور مشينة ويعني قتلوا وهلكوا باسم طبعا بأي اسم بغض النظر لكن شخص المسيح رسالته حياته تواضعه مثل اللي لا أعتقد أنه في أي شخصية في هالوجود أنك تقارنها وممكن يعني أكون أكتر يعني حازم في الأمر أقول أيضا أنه عيب فعلا عيب أنك تقارن أي شخصية نبي عظيم حكيم أي شيء عيب أنك تقارنه في شخصية المسيح أنا دارس مقارنة الأديان أنا ممكن أفتح الكتب وأقول لك هذا النبي عمل كذا وكذا وكذا هذا النبي عمل كذا وكذا هذا الحكيم عملك لكن لا تستطيع أن ترى أي شيء ما يخجل أو يحرج في شخصية يسوع فكل الأديان يمكن بتدور حاول شوية تعليم وشرائع بحاول يطبقوها المسيحية بتدور حاول الشخص ولأن هذا الشخص هو الكامل عنده القدرة أن يبرر الإنسان الخطيئة فأنا هذا الشخص اللي بتبعه أنا بتبع شخص حي مش ميت أنا بتبع شخص هو مثال إلي مثال في التضحية أجى حتى يموت على الصليب رغم كل اللي صار من معجزات وتعليم اللي بتثبت أنه عنده الجدارة لكن ما تغير ثبت وجهه نحو أرشليم وهذه شجاعة المسيح أنه ذهب فعلا إلى الصليب وطبق الكلام الذي قاله عن نفسه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه اشتركوا في القناة